هل يمكن أن تحدثين قليلاً عن حياتك في المغرب والتعامل معه؟ وما الذي يميزه عن غيره من البلدان؟ شكراً لك سعادة السفير على دعوتي إنه شرف لي أن أكون معكم قررت أن أحدد كلامي ضمن علاماتي شخصية كأمريكية ويهودية وكأمرأة وضمن هذه العلامات الثلاث أعبر عن صورة المغرب الاستثنائية والمتميزة والمتنوعة أولاً كأمريكية قمت بأول زيارة لي للمغرب مباشرة بعد أحداثي 11 من سبتمبر بعد فتح الأجواء كرئيسة ثانية للجنة الخاصة بتوأمة مدينة الدار البيضاء وشيكاغو وهي اللجنة التي تم تأسيسها سنة 1982 وقبل ذلك قمت ببعض البحث عن المغرب فعرفت أنه أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة وهو ما لم أكن أعرفه ولم يدرس لنا ولا يعرفه معظم من أتحدث معهم وقبل يوم من موعد اجتماعاتي قررت أن أقوم بالجولة في البلد فذهبت لضريح الملك محمد الخامس وعند البوابة كان هناك حارس مسلح نظر إلي وقال أهلاً من أي بلد أنت؟ فقلت مع نفسي يلا الحول فقد قيل لي قبل السفر أنت مجنونة أنت أمريكية ويهودية وإمرأة وستسافرين لبلد مسلم وكما يمكن أن تتذكر بعد الحادي عشر من سبتمبر كان شعور معادي ما بين المسلمين وأمريكا والعكس كذلك فقلت له أنا من الولايات المتحدة فرفع يده عن سلاحه وضعها على صدره وقال لي مرحباً بك في بلدك الثاني ومنذ تلك اللحظة أصبح مرحباً بي في بيوتي وقلوب المغاربة إنها قصة رائعة لقد كانت قصة رائعة